بمناسبة ليفربول وكلامي عن صلاح النهاردة وكلام كتير قوي طبعا يعني بصرف النظر عن كلامي على صفقة صلاح المحتملة وانه ينتقل للبي اه جي او نيو كاسل يونيتد فيه تقارير كتيرة جدا بتقول انه ادارة ليفربول اصبحت مقتنعة تماما انه صلاح هو اخر موسم ليه وفيه بعض التقارير رصدت انه مطالب نادي ليفربول في محمد صلاح 50 مليون سترليني اي نادي هيدفع 50 مليون سترليني هيحظى بخدمات محمد صلاح نفس التقارير دي كلمت كمان عن الموسم ده هو الموسم الاخير ليورجين كلوب طبعا المدرب اللي حقق نجحات كبيرة جدا مع ليفر في السنوات الاخيرة لكن كلوب في اخر تصريحاته كلوب كان بيتكلم على مستقبله مع ليفر وقال لن ارحل عن ليفربول وهنقاط الانا والكتيبة كتيبة ليفربول عشان نستعيد مستوانا مرة تانية وانحقق نجحات كتيرة جدا ده اللي كشف عنه ليورجين كلوب الحقيقة مدرب ليفر بول ردا على سئلة كتيرة جدا فيه يعني تعلقت بانه الموسم ده هيشهد نهاية علاقته بسبب سوء النتائج وتراجع المستوى والمعاناة اللي بيعاني فيها ليفر بول على كل المستوات رغم ان انا بشوف لسه انه المفاجآت ورده في الشامبيونز ليج يعني اكيد طبعا ليفر ودع المنافسة على لقب البريمير ليج وبالتأكيد هيكون صعب جدا على قال يدخل في المراكزة الخامسة الاولى لكن فرص ليفر تبقى الحقيقة وخصوصا انه فيه كتير من الاسماء رجعت من اصابات حيبان طبعا مرضودها في الايام اللي جاية مع مشاركة ليفر بول في مطشاط الشامبيونز ليج وده اللي نقلته اكدت عليه صحيفة ليفر بول ايكو طبعا قالت انه على لسان يورجين كلوب طبعا قال انا مررت يعني عدت بعدد من اللحظات الصعبة جدا خلال مسرتي وده اللي كان دايما بيحصل في نهاية فتراتي مع الانديال اللي سابق ان انا توليت مسؤوليتها لكن انا مصمم على ان انا كامل رحلتي مع ليفر اللي بيحتل حاليا في اللحظة دي المركز العاشر في الدولة الانجليزي برسيد 29 نقطة ومفس ومحققش ولا فوز في اخر اربع مطشاط في البريمير ليج او في الدولة الانجليزي قبل ما يواجه النهاردة مواجهة ديربي خد بالك ايفرتن يعني اللي مش متعمق ايه في الدولة الانجليزي لا مباراة ديربي زي الاهلي والزمالك كده في ليفر بول ايفرتن وليفر بول مباراة ديربي من العارة التقيل وهتكون مباراة اتمنى انكم تتبعون النهاردة ان هيكون فيها كرة حلوة جدا النهاردة كمان في رقم مهم بينتظر محمد صلاح لو نجح مو صلاح النهاردة في ان هو في المباراة دي يصنع او يهدف يعني لو احرز هدف او صنع هدف هيكون بيحقق او بيكسر رقم تاريخي جديد يضيفه لارقام القياسية اللي حققها في مشاركاته في انجلترا النهاردة صلاح لو سجل او صنع هدف في المباراة بتاعة ايفرتن يوصل لميت للمساهمة في ميت هدف في ملعب واحد في الدورة الانجليزية على ملعب الانفل ملعب ليفربول هيكون صلاح ساهم في صناعة او ساهم في صناعة وتسجيل ميت هدف تحديدا هو ليه 76 هدف سجلهم ليه 23 اسست او لا 70 هدف سجلهم و29 اسست مزبوط كده 70 هدف سجلهم و29 اسست هدف النهاردة يسجله او اسست يصنعه محمد صلاح في المباراة بتاعة النهاردة يوصل لميت هدف على ملعب واحد في الدورة الانجليزية وده رقم ما تحققش في تاريخ بطولة الدورة الانجليزية او ما سبقش محمد صلاح في تحقيق الرقم ده في الدورة الانجليزية غير 12 لعب فقط 12 لعب فقط نجح فيه مساهمة في 100 هدف في ملعب واحد في الدولة الإنجليزية هيكون محمد صلاح في حالة نجاحه النهاردة هو اللاعب رقم 13